افتح قلبك لله وتأمل في الملكوت عيش لحظة بلحظة معاه ده العمر سات وتفوت دق طعم إيمانك بيه صح صح قلبك لو مات إلا بالخير تلاقيه يستمتع بالرحمات افتح قلبك لله وتأمل في الملكوت عيش لحظة بلحظة معاه ده العمر سات وتفوت دق طعم إيمانك بيه صح صح قلبك لو مات إلا بالخير تلاقيه يستمتع بالرحمات حاسب نفسك هتعيش تحمد رب عالسدر عندك فرصة ما تمشيش ويكون فاتك متقطر كل نصيحة تتقال في وراها مشاعر خير الموعد زرز حلال إلا الوزدي للغير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأكل من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأكل من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون صدق الله صدق الله صدق الله صدق الله سبحان الله لما سألوا سيدنا يوسف على الحلم لكي يستفتوا سيدنا يوسف فصل لهم الحلم وقال لهم إنه هيحصل كذا كذا سبع سنين مجاعة وبعد السبع سنين مجاعة دول هيجي عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون فصل لهم الحلم وبعدين قال لهم الحل وقال لهم وحط لهم خطة اقتصادية علشان يقدروا يطلعوا من المجاعة اللي هتحصل لك قال لهم بقى يتزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الأمح اللي هتحصدوه ما اطلعوش السنابل بتاعته إلا قليلا مما تأكلون وخلوه في المخزن بتاعته ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلنا ما قدمتم لهن هننصدم بقى حط لهم خطة محكمة سيدنا يوسف عليه وعلى الله عليه وسلم حط خطة دقيقة علشان ينجي مصر مش مصر بس وكل العالم اللي حوالين مصر من المجاعة القادمة الإسلام أمرنا كده يا جماعة أمرنا ان احنا نخطط لحياتنا كتير جدا من الشباب النهاردة ما بيخططش الحياته يعني تلاقي الشاب مثلا طالب ده طالب سنوي هو بيذاكر عشان ينجح وبعد ما ينجح يخش كلية وبعد ما يخش كلية ويتخرج ويشتغل أي حاجة وخلاص وهو ماشي مع الدنيا والدنيا ماشي معاه ده نتيجته نتيجة ان الواحدة بيخططش الحياته وتلاقي فيه ناس كتير جدا جدا تعبانة في حياتها ما بيقدرش حدده وعايز ايه في حياته عايش في حالة من العشوائية المطلقة يعني عشوائي في تفكيره عشوائي في سلوكه عشوائي في عمله وهتلاقي طول عمره مش قادر يطلع من الخندة الدايق جدا اللي هو محطوط فيه بسبب عدم التخطيط يعني التخطيط ده مهم جدا لحياتنا على الرغم ان احنا كمسلمين امرنا بالتخطيط ربنا سبحانه قال في قرآن كريم واعدوا لهم واستطعتم من قوة ومن رباط الخليب احنا مقبولين بالايه بالتخطيط نعم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان بيقول اني اكره لأحدكم عايشة سبه للا يعني الانسان نبه كده حياته سبه للا الصبح يجع لي بكرة هيعمل بقى اللي يتعمل وخلاص هذا مكروه من من الاسلام كله يعني وسيدنا عمر رضي الله عنه عبر عن هذه القاعدة ووصفها انها حياة السبه للا حياة الفوضى الفوضوية وزي ما انت استفضلت وقلت وكذلك في القرآن الكريم خطة سيدنا يوسف عليه السلام وهكذا جاء الاسلام يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها تخطيط لو من اول الهجرة او من قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الارقام خالص من بداية الدعوة بداية الارقام سرا طبعا ودار الارقام يدخلها ناس سرا ويخرجوا سرا ثم اذا اراد ان يهاجر من يبيت القصة ما اعرفه من اللي يبيت ومن اللي يمشي ويدالي الاثار ويغير الطريق ومن يسبقه اصلا في المدينة ليجاهز المؤمنين ومن يؤمن بالفكرة والدعوة يحميها وهذا كله وما قبلهم بكثير بيعة وبيعة الاولى وبيعة الثانية هذا التمهيد وهذا التخطيط كانت كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تخطيط وترتيب وبالتالي احنا عملية التخطيط اساسا هي يعني عملية بالاساس ذهنية وعقلية الانسان فينا والواحد فينا بيانظر الموارد اللي فيدي والفرص الموجودة قدامه وبأقل من الجهد من هذه الموارد يؤكسب هذه الفرص اللي بحيث في الأخير يبقى حقق من حياته إنجاز وحقق هذا في الأخير يستطيع أنه فعلاً يقول أنا وصلت لكذا لكن سبه لا لا بالفوضى والعشوائية اللي انت قدمت بها محمد فعلاً لن تأتي بأي شيء ولن تأتي بأي ثمار أخو برضو فكرة أن الشاب أو الواحد يخطط هي حاجة موروثة برضو يعني أنت بتطلع لو أنت طلع في مجتمعات دي الثقافة فيها أن الدولة بترتب لأوضاعها والمجتمع والأب والأم بيرتبه لمستقبل أولادهم فهي المشكلة برضو بتنتج من موضوع أنه ما شافش النمازج قدامه هو طلع أقول لك بالبركة فهي المشكلة هي فكرة البركة للأسف بمافهوم عندنا أن هي فكرة الفوضى فاسبها للبركة لا أول طبيعي أن أنا بشوف يعني هو معنى التخطيط إيه زي ما أحمد كان بقول هو أن أنا بشوف إيه إمكاناتي وإيه اللي أنا عايز أوصله نعم وحاول من ده أتنقل لده أوصل من إمكانيات اللي أنا عايز أوصله صحيح وما تنقلش بقى بخيال يعني ما خشش أخد دور التنمية بشرية وأطلع أتخال أن أنا لازم أجن النتائج وأعمل لا فكرة التخطيط لها جوانب كتير بس هي أمها أن أنا أكون عارف إيه قدراتي أنا عايز أبقى إيه في المستقبل وبناء على كده إيه اللي يأهن لي اللي نصدم لأنني بما يعني غير كده بيبدأ الواقع أو الشاب أو الواحد مننا يتوه وعشان كده أقول لك فكرة أن هي حاجة موروثة إحنا مشوفنهاش فإحنا ما عتدناش عليها النبي ستسلم حتى كان يعني يرضى الخطة من الكافر المشرك اللي جايله يعني في صفح الحديبية صحيح لما فينا نظام فيها ترتيب لما قالوا سهيل بن عمر فقال والله إن أتانا بخطة في مرضات الله لا أقبلنا بها صحيح فلما كانت الخطة فعلا عادلة النبي ستسلم قبل بها وأنها كانت خطة فعلا محكمة وفيها سنوات محددة وفيها أسلم من المسلمين ما وضعوا وإن من ما كانتش خطة عادلة لكن خطة منظمة يعني لأنه طبعا سهيل رفض النبي ستسلم يعني يقرب نبوة النبي ستسلم ويرجعه هذا العام ما كانتش عادلة لكن هي كانت مرتبة كانت خطة فعلا ترتيب وفعلا في الأخير نتيجة في الأخير وحفظ دماء وما أقره النبي ستسلم كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنها ستكون إيجابيتها كتير جدا وما فعله رضي الله عنه مسعر الحرب رضي الله عنه أرضاه فيها قضى على المكانة يريده الكفار أن يكسبوه من هذه الخطة لكن في الأخير أنا أعز أقوله أنه حتى لو كانت الخطة جاية من مشرك لكنها فيها أمور واضحة ومعالم واضحة وهنكون فيه بعد فترة من الزمن خلص نقبل بها مدامة لا تخالف مرضات الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواضح برضه من الموقف اللي هم نقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدف من قبول الخطة هو الهدف أنه هو حقن الدماء وتعظيم الحرومات الاختلاف بعد كده على شخص النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو نبي أو مش نبي لم يكن ده هدف يعني ما كانش هدف عند النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده فلذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم الخطة وده يخلينا نقول أن الموضوع أننا عايز أخطط لنفسي لازم يبقى عندي الهدف اللي أنا عايز أوصل ليه زي ما بقول لك احنا امكانتنا ايه واروح فيه انما ايه اخطط وانا مش عارف انا اعبعي زباة يعني ايه اللي اعمل تكملا لفكرة احمد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الامة التخطيط في كل شيء وطبعا كان غزوة فتح مكة او فتح مكة كان بيتوضح جدا النبي صلى الله عليه وسلم اغفى تماما خبر فتح مكة عن كل الناس حتى ضرب حصار شديد حول المدينة مفيش اي حد يخرج الا بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وانا حاطب يعني اه مفيش حد سيدنا حاطب لما جيه صرر الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعت وراء السيدة اللي كانت واخد الخبر سيدنا الزبايل وسيدنا عليه وجابوا منع الخروج وبعدين وهو خارج بالجيش يعني عمل حتة ايحاء وخرج في طريق هوازن انه رايح ايه في طريق هوازن وفي قلب الطريق غير طريق بحيث يفاجئ اهل مكة فيمنع الدماء مفيش قتال ويباغتهم فيستسلموا ويتم الفتح فكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في سيرته كلها وتقسيم الجيش وده هيدخل منها سيدنا خياده هيدخل منين وده هيدخل منين الواحد يشيل شعلة والرعيات والشعلة يعني كل دي كانت من علامات هو فيه برضو انت لو بسط لمنهج الاسلام نفسه الله عز وجل سبحانه وتعالى لما نزع المنهج هو منهج مخطط لحياتنا منظم لحياتنا أصلا يعني انت هتيجي تلاقي المنهج على مدار اليوم فيه خمس صلوات وفيه كل سنة شهر للصيام وفيه كذا فهتلاقي الأمور ماشية شراء ملظمة نفسها آه يعني نزلة مخططة مش نزلة صلوا كتير صلوا كتير وحجوا ماشي بكتر يعني ان الصلوات كانت على المؤمنة كتابا ايه موقوز موقات زمني كمان وترتيب يعني هتلاقي كل حياة الأنبياء يعني لا تخضع لفكرة العشوائية اننا نسيب الحال بتاعي او الوضع بتاعي او القرار بتاعي لزي ما يجي يعني جاء مع المركب ديت زي ما اقوله المركب اللي ما تفقد القيادة خلاص الهواء يوديها ويجيبها يوديها فحياة المسلم ما تكونش كده فيه برضو يعني في داخل الخطة يعني انت لازم تكون مع الحياة ومع اللي بيحصل فيها وتدعيتها وده تكون مرنة وبرضو لو النموذج نموذج صلى الله عليه وسلم نموذج في كل شيء وقوده في كل شيء نموذج صلى الله عليه وسلم طبعا بعد اقتراح سيدنا سلمان مسألت الخندق فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الخطة بتاعته انه يتفق مع بعض المجاورين للمدينة ويعطيهم ثمار المدينة فهنا لما جاء امام النبي صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا رحمة باصحابه وان لا يقتل احد منهم فلما وجدهم رضيين بالمصير والسعدين رضي الله عنه مرضاهم لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر امرك الله به فنسمع ونطيع ام امر تحبه فنسمع ونطيع ام امر تفعله لنا قال والله ان نفعله لكم فقالوا يا رسول الله ان هؤلاء لم يأكلوه الا كرا واحنا كفار واحنا كفار اما بعد ان عزنا الله سبحانه وتعالى بالاسلام نعطيهم لهم والله يا رسول الله لن نعطيهم فاقرر مسلم لهم ذلك المرونة وفق المعايير وفق المحددات وفق المعطيات اللي قدامك والمعايير لازم تكون يعني مش خطة لازم خلاص واحد اتنين ثلاثة ولا بد ان هما لا يعني طبيعي جدا ان هي تكون لكن المهم والاساس ان ما فيه الحيكل فيه الدعائم واضحة قدامك لا تكون زي ما احنا قلنا سبه للا مفتوحة كده فوضوية هي الخطة وان كانت مهمة جدا لان الخطة بتحقق حاجات كتير جدا في حياتي المسال يعني انا عشان اجي اعمل خطة اقل حاجة فيها ان انا بحقق نسبة من المستحدة بتاعي ولو 50% 60% 70% فبحقق اللي انا عايزه بالخطة دي اول حاجة فهمية الخطة تاني حاجة ان الخطة بتساعدني انا على ان انا اكون هادي يعني اعصابي هادية وعندي شعور بالراحة لان انا عارف انا هعمل ايه ايه الخطوة الجاية وهعملها امتى وهعملها ازاي انا مخطط انا مرتب نفسي فالخطة مهمة جدا في ان هي بتعطي شعور بالراحة وانت شغال بالرغم انت عملت بزي المجبور وبرضو الاستغلال المواهب والقدرات انت من غير الخطة مش هتعرف انت اصلا انت موهبتك هنا ولا قدراتك كلها والامكانيات اللي حواليك وكزانك استغلاله الوقت نفسه انت بوقت مبعدك اصلا انت عارف ان في هذا في الاسبوع ده مطلوب منك كده مثلا توفر وقت اصبحت انت طبعا فهي بتساعد في حاجات كتير في قاعدة كتقولك ان لم تكن لك خطة كنت جزءا من خطة الاخر فاتلاقيك لو انت مش يعني ايه لو انت مش حط لنفسك هدف الباقي هيستغلك في تحقيق هدف ده صحيح لانه ده الطبيعي في الدنيا يعني هو الطبيعي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني الدنيا الطوابق او كل حد يعني كله بيخدم على كله في منظومة واحدة زي الحاكم تحت ناسه وتحت الناس ناسه وتحت الناس حد ما تنزل قال منصب في المجتمع او قال وظيفة في المجتمع كل ده بينبني على بعضه فانت لو ما لكش خطة تطلع فيها او تحدد لها هدف وتحققه هتلاقي غيرك بيستغلك يعني مش هتتساب برضه يعني فانت كده كده هتستغل فيه لكن تبقى فيه نقطة مهمة جدا في موضوع التخطيط هو ان انا ممكن اخطط بس محققش يعني انا مثلا مخطط ان انا عايز اخش في كله الطب انا كان فرق بيني وبين طب 27% يعني فلتت مني على تكة يعني اتمتل لهم الدرجة فانا ما دخلتهاش طيب هل ده معناه ان انا اخش في حاجة تانية تبقى لده داعي لان انا استسلم يعني دي مشكلة عند كتير من يا سولك ما انا اخدت وعملت كرصات ومش عارف ايه وفي الاخر ما اتحققتش النقطة دي خلاص ابدأ اعدل في الخطة يبقى انا هادور على القصور بتاعي فين وابدأ اعالج القصور اللي كان علشان انا هستهدف اخر هل لازم اطلع نفس الهدف ده نقطة مهمة جدا لا لا طبعا يعني انت بس في الاخير بتاخد بالاسبال صحيح وبعدين ما سألت بقى البركة بقى اللي كنت بتتكلم عليها او التوفيق او ده بتيجي بقى في يعني بتعظم او في اللحظة دي بلحظة ان انت اخذت كل ما عليك من اسباب هو ده التعريف بتوكل على الله سبحانه وتعالى ان انت اخذت بكل الاسباب وكأن الاسباب هي كل شي نعم ثم توكلت على الله سبحانه وتعالى وكأن الاسباب لا شي ان علماء الادارة بيقولوا ان عشان تعمل نفسك خطة نكحة اول حاجة لازم يقول لك رؤية انت شايف نفسك بعد عشر سنين بعد خمس سنين بعد سنين انت شايف نفسك قدام ايه اللي انت شايفه في حالتك حالتك المادية حالتك الاقتصادية حالتك الثقافية حالتك الايمانية انت شايف نفسك ايه قدام يبقى اول حاجة لازم يبقى عندك رؤية تاني حاجة الرؤية دي تترجمة الاهداف اهداف بقى سواء كان الاهداف مرحلية او اهداف مستقبلية يبقى انا ابدأ احط اهدافي يبقى الرؤية وبعدين اهداف وعني لازم بقى عندي وسائل لتحقيق هذه الاهداف أبدأ رتب الوسائل بتاعتي الممكنة زي ما صحيح الواقعية يعني وسائل واقعية والأهداف حتى تبقى واقعية محطش أهداف خيالية حاجات تبقى صعبة علي تصبني بالعجز والإحباط وأنا ماشي أروح سايب الموضوع كله وخلاص أعيش سابه لا لا زي ما حق قلت لا يبقى لازم بعندي رؤية أهداف وسائل تحقيق الأهداف ولازم بعندي جدول زمني إسقاط زمني لهذه الأهداف ده أنا بعد أسبوع هكون خلصت كذا بعد شهر هكون عملت كذا بعد سنة هكون خلصت كذا يبقى أنا ماشي على الخطة بتاعك حتى لو أنا مقدرتش حقق اللي أنا كنت أعيزه بالظبط هكون قربت منه أبدأ أعدل وأبدأ أكمل طريقي بعد الإسقاط الزمني اللي الحاجة بتحطه لازم يبقى عندك متابعة لهذه الخطة متابعة دقيقة تتابع خطتك وتشوف أنت حملت إيه وصلت فين وتعدل وتراجع فدي بصراحة الخمس أركاندول أساسيين جدا في أي خطة نكحة ودي أي شركة نكحة أي مؤسسة نكحة تلاقى بتعمل كذا وبالمناسبة التخطيط مش فقط برضو يعني هواية أو إرادة وإن كان يحتاج لتنين يعني الهواية اللي أنت فعلا تحب الشيء ده وأنك تعظمه زي ما احنا بتكلم عنه دلوقتي وإرادة حقيقية أنت الهمة تدفعك مش بس ده يعني التخطيط علم يا جماعة صحيح والموازنة دي كلها فأنت في الآخر مش مسألة فقط والله ده أنا حب التخطيط لا ده علم زي غيره من العلوم يعني فمن ضمن التخطيط النات تخطط بحق تخطط فعلا عن علم وعن دراية بالواقع اللي حواليك وإلا أصبحت برضو هتوبى الخطة نفسها جزء من الخوضة ومن عالم العشوائيين ده كنت بالله أنا سؤالة اللي أنت قلت دلوقتي اللي هو النموذج ضربتي بحد من الطلاب اللي كان عايزي يدخل طبه بعدين ومش حد كنت أنا كنت أدب وعن زرفت سمع شو في المقه فرق فبالتالي فبالتالي ده كانتش خطة يعني أنت بس بتخطط لو يعني ذكر كذا ساعة تبا أنت أصلا وقتك كانتش بذكر الأصل ده هل أنت أصلا علمي أساسا قدراتك التعليمية وكده هل علمي ولا أممكن يكون أدب تريد في ده فبالتالي لو ما كانتش بداع على دراسة للإمكانيات والقدرات بشكل حقيقي هتكون نفسها اللي هي الشخبة طبعا مش خطة دي اللي هي الخطوط على دي هتكون جزء من حالة السباح لا لا بالفوضى اللي احنا بنحضر منها من الحاجات اللي الواحد بتعرض لها كتير خاصة في موضوع القرآن الواحد بتعرض عليه كتير جدا الناس تجي تقول لك أن نفسي تاخد بإيدي ونحفظ سوا الكرآن فتقول له طب يالله ابدأ بآية أو حط خطة أنك تمشي مبدئيا آيتين ثلاثة خمسة يقول لك هو يستقل الموضوع آية المهم يجي لك بعد سنة يقول لك أن نفسي يحفظه الكرآن كان فيه سنة عدت بعد سنتين تلاقي نفس الشخص نفسه يحفظه الكرآن لحد ما يجي بقى في الآخر يقول لك الشباب بيلحد يعني أنا الفكرة الشاهد أن أنت خلاص أنت خد أبدأ يعني إيه مش لازم أبدأ من عالي يعني أبدأ ممكن أبدأ واحدة واحدة ومن طبيعة سبحان الله من طبيعة النفس أن أنت لما بتحقق جزء من الإنجاز بتلاقي فيه همة أنك تكمل تدفع وبعدين أنا أبدأ بآية على مستوى القرآن مثلا لو بناخد ده مثال أنا مش أكيد كل يوم هعود في نفس الآية فيه آية هتيجي على حفظه وفيه صفحة هتيجي محفوظه فهعدي هتلاقيك بعد سنة بتتكمل فيها فهو ده بقى على مستوى الحياة دي نقطة مهمة جدا فكرة أن أنا أستقل الجزء اللي أنا بعمل النقطة الثانية فكرة أن أنا لما أحط حاجة أو أفكر لازم أفكر بشكل متوازن يعني أنا مش لازم التخطيط يكون دنيوي فقط يعني اللي أنا بس أرتب للوظيفة والجوازة والشقة والحياة والصفر يبقى التخطيط دنيوي وحالي مع الله عز وجل لازم أخطط لحالي أنا مع ربنا أنا هروح الجنة إزاي يعني أنا لما تزوج عرب ولادي على الدين إزاي لما كل الحاجات دي فلازم أكتسب مهارات الدنيا ومهارات الأخلى مهارات اللي تخدم الجسد وبرضه في نفس الوقت تتخدم على الروح علشان ما بقايش الواحد طلع في جانب واحد وأفسد الجانب انتهي قصدك يا حسين نمج أحطي خطة أنا كإنسان كمحمد متطلبات أنا إيه اللي حوالي تلاقي أن أنت عندك أول حاجة علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى لازم أحط لها خطة صحيح عندي علاقة مع أسرتي وأهل بيتي وأريبي خطة خطة صحيح أنا وشغلي لازم أحط خطة للتنمية المهنية أنا عايز النهاردة أنا مجرد موظف طيب أنا عايز بعد سنة هفض الموظف طب بعد سنتين برضو موظف ولا لا أنا عايز أب أعلى وأحسن خلاص أطور نفسي أخد دورات المصور لمخرج لأنتج نعم فهو بل واحد لازم يحط جانب إيماني علاقتك مع ربنا جانب اجتماعي جانب مدي اللي حسين قال عليه موضوع الشغل والأولاد فالواحد لازم جانب جسدي أنت لازم تحط خطة لنفسك لأن أنت لو ما قدرش تقوي جسدك سواء بالرياضة سواء بالأكل الصحي سواء بالأكل المتوازن سواء بأن أنت تحط نفسك يعني فترة طرفة فيها عن نفسك هتلاقي نفسك طوال الجانب اللي هتوع فيها هيأثر على بقيتها خلبي الجوانب طبع سواء يعني هو أصلا يعني يعني هداب يقع في أنه في أن الإنسان حياته كلها بتكون مرتبة بهذا الشكل من كل الجوانب بيعيش الإنسان في تحقيق أهدف بشكل كبير لكن مع ذا كله بقى لا نغفل الدعاء لا نغفل سبحانه وفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرس الصفوف وكان يعد الجيوش وكان يجلس بين الصحابة في غزة بدري على سبيل مثلا مثلا ويسأل الصحابة بعدما فوجئوا بأن هناك حرب ستقوم فلابد أنها تعد خطة أول هذه الخطة كان في اتفاق مع الأنصار مثلا أننا سنقاتل أو سندافع عنك يا رسول الله ما دمت في المدينة لكن نبي صلى الله عليه وسلم الآن خارج المدينة ماذا يفعل هل مباشرة يخذ الناس لا نبي صلى الله عليه وسلم وقال في الأول وسألهم الآن وضع واحدة اثنين ثلاثة ماذا أنتم فاعلون فقلما قام نفر من المهاجرين فنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني لسعيز الأنصار فسيدنا سعد قال لك أنك تقصدنا يا رسول الله قال نعم فقال خط بنا البحار وخط بنا المهم فعل هذه ثم الصفوف ثم هنا فلان وهنا فلان ثم ينزلوا الموجهة الأولى سيدنا علي وحمزة مع هذا كله سيدنا بكر يحكي مشهد بها آخر فالطرف النبي صلى الله عليه وسلم وائف يرفع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ربنا سبحانه وتعالى ثم يرفع أكثر يدعو ربنا ثم حتى تسقط ردائه صلى الله عليه وسلم حتى يقول له سيدنا بكر يا رسول الله هون على نفسك والله إنه لمنجز وعدك سبحانه وتعالى فانت مع هذه التخطيط والأسباب وانت ما شاء الله عليك يعني الماديات الحياة أجدتها علما وفنا وإرادة وهمة وحبا لا تغفل الأساس بها يعني الدعاء الدعاء والركون إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يعني هو الضامن لهذه الخطة كمان سبحان الله من رحمة ربنا أن ما فيش خطة تكتمل يعني أنت تعد تتكلم في سيناريو الهجرة وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم رتب من قبلها واختار المدينة وبعد سيدنا مصعب لها وكل ده وفي الآخر في حتة سقطة سراقة اللي هو لما ييجي سراقة يمشي وراهم اللي هو لما يخش الغار ويقربه من النبي صلى الله عليه وسلم في حتة لازم تعلق قلبك بالله عز وجل عشان تقولك أن أنت في النهاية إيه؟ إلسان ما أنت شهيره يعني مش هتعمل كل حاجة فيه جزء يخص الله عز وجل اللي هو يخص قلبك والتضرع والرجوع لربنا وإنك مع كل الحاجة ديت تعلن العجز وإنه ده بيقطع لك مسافات كبيرة جدا في خطتك يعني مسافات وقت كتير جدا جدا يحضرني نموذج ناجح جدا لرجل أعمال مصري اسمه محمود العربي الحج هو العربي رحمة الله لي هذا الرجل يعني من أول التمانينات كده أو قبل التمانينات كمان في ستنات من أشمون أم الدنيا هو من أشمون يعني كان بيتاجر في العتبة في الموسكي هناك في محل بسيط كده مشارك عليه واحد وبعدين محل أدوات كهربائية هو قبل أدوات كهربائية كان معامل مكتبة فليه أن الدولة ساعتها في الوقت ده كانت بتدي الأدوات المكتبية للطلاب في المدارس فرح عمل إيه؟ قال خلاص يبن تاجر في الأدوات الكهربائية وبدأ فعلا يغير نشاطه ويتاجر في الأدوات الكهربائية اتعطى الفترة واتعرف على مجموعة من طلبة يابانيين في الجامعة الأمريكية اتعرف عليهم وقال له ما نعايز يعني إيه أشتري من عندكو أو أتاجر في التلفزيون توشيبة اللي هو العربي كانش عربي طبعا كان توشيبة الياباني فهم في الأول يعني إيه؟ ما استجابوش لي كان مصمن بدأ يتواصل معاهم وردوا بعد يعني هم خلاص هنجيب لك ونساعدك في الموضوع ده راح بإعلان بيستورد التلفزيونيات توشيبة ويبيع سنة حقق مكسب تبير جدا فهم جنف شركة توشيبة في اليابان هيكرموه بقى مع مجموعة الموزئين على مستوى الشرق الأوسط يعني فراح سافر اليابان بقى وراح المصنع وبدأ يخش المصنع ويشوف بقى نظام دقيق في المصانع إزاي شغالين والشاشة من أول الآيسيهات اللي بتتصنع من أول الشاشات الأسلاك بتتجمع إزاي وجيش من الموظفين ودقة متناهية لغاية ما في الأخر يطلع له التلفزيون الرجل انبهر فقال لا أنا عايزة نقل المصنع ده أعمل مصنع زيه عندنا في مصر وبقى يعرض عليهم الفكر قالوا انت بقى لك سلام عانا بالتاجر وتبيع إيه قصة المصنع لا طبعا مفيش فصمم فضل يحاول ومحاولات لغاية ما في الأخر وفقه واشترى آه عدد كبير من الأفدنف هناك في مصر عندكم في أشمون لا في بانا بانا عمل نفسه من بانا هاي بالضبط جد وبانا بقى المصر عمل نفسه في بانا ألاف من الموظفين اشتغلوا عنده مكاسب كبيرة جدا عمل يعني عمل يعني أخير تخطيط يعني ده كله تخطيط وترتيم عمل ايه عمل مدارس معهد أزهرية مساجد المسجد الرحمن الرحيم اللي معروف في مدينة نصر يعني الرجل قدر يحول بالتخطيط انه بقى رجل أعمال كبير جدا يمكن من كبار رجال أعمال موجودين في الشرق الأوسط ده رجل خطط وحط خطة دقيقة ونجح فده نموذج أي حد يحط خطة ويسعى لتحقيقها بإذن الله عز وجل يقدر يستفيد بالخطة بتاعته ويقدر انه يفيد غيره كبان نعم احنا خلنا نقول ان يعني فكرة التخطيط هي لها شوية أركان أولها ان أنا أشوف إمكاناتي إيه واننا يكون ليه هدف أوصل ليه حاجة التانية اننا لازم أخطط بشكل واقعي اننا أمشي مع ظروف الواقع بتاعي واننا ما يكونش الطموح طاغي على انه لو سقطت تحصل حالة من اليأس حاجة التانية نازم أعرف ان مش دائما الخطة بتكتمل يعني لازم فيه جزء ومش لازم الهدف يتحقق أنا في النهاية بسعى والأمر لله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى ما اختره للإنسان هو الخير نعم ممكن لواحد يسعى في مجال كتير جدا وفي النهاية المجال ده الوضع فيه يعني بيتغير هو نفسه بيجي بعد كده أقول والله لو الزمن رجع بي كنت اخترت لنفسه اختاره ربنا سبحانه وتعالى الحاجة اللي بعد كده هو مشكون ان انا ققع ان انا ايأس يعني مش معنى ان انا سعيت لحاجة وما تحققتش ان انا ايأس وان انا احبط لا لا الحياة تجارب وربنا سبحانه وتعالى يعني بيصر لكل واحد يعني ايه اللي فيه الخير ليه فلازم الواحد دائما يجدد الأمل في الله عز وجل الحاجة الأخيرة اللي احنا تكلمنا فيها هي فكرة ان الواحد دائما يعتمد او يرجع لربنا سبحانه وتعالى مع كل خطأ من التخطيط كان حد قال لك مقولة الجميلة دي من التخطيط صلاة الاستخارة ان انا ماجه اقبل على شيء ربنا علمني ان انا خطط بالاستخارة ان انا الاول استخير الله افوض الامر لله واكمل والله يفاق خير ماشية فحتى كان يقولي الاستخارة المرحلية خاصة لو مشروع حياتي حاجة فده كله بيساهم في ان الحياة او ان الخطة دي تنجح في النهاية فيتيسة من ربنا نعم اللقاء جميل بس احنا ممكن لو حد Lives يختم لنا بدعوة كده ان شاء الله إن شاء الله احنا يقولنا فعلا ان هوا الدعاء ان هو غطاء هادى كله اوله و اوسطه و اخير و اخره الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فالخطة بيتكون ناجحة ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد في الاولين و لك الحمد في الاخرين اللهم الصحمة و محمد في الاولين اللهم اخر لنا وارحمنا اللهم اذبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم اعنا في كل شؤوننا اللهم ارزخنا يا ربنا يا ربنا التخطيط الجيد اللهم ارزخنا يا ربي يا ربي يا رب الحظ الأوفر من كل أمورنا اللهم ارزخنا الخير كله عاجله وآجله واصرف عنا الشر كله عاجله وآجله والحمد لله يا رب العالمين وتأمل في الملكوت عيش لحظة بلحظة معاه ده العمر سات وتفوت دوق طعم إيمانك بي صح صح قلبك لو مات إلا بالخير تلاقيه يستمتع بالرحمات افتح قلبك لله وتأمل في الملكوت عيش لحظة بلحظة معاه ده العمر سات وتفوت دوق طعم إيمانك بي صح صح قلبك لو مات إلا بالخير تلاقيه يستمتع بالرحمات حاسب نفسك هتعيش تحمد ربنا عالسطر عندك فرصة ما تمشيش ويكون فاتك متقطر كل نصيحة تتقال في وراها مشاعر خير الموعز رزا حلال إبن وفدي للغير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر